أهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند التريند متعودين معنا دايما للفقرة دي يبقى فيها كل الأخبار والكواليس الحصرية ونبتسمعها في أي حتة تانية يمكن الخبر الأهم ويمكن خبر رسمي تم إعلانه من قبل الاتحاد الافريقي حوالي الساعة 3 ونص يعني قبل ساعة ونص من بداية الحلقة وهو تعجيل قرأة دوري أبطال إفريقيا وكاس الكنفدرالية لأجل غير مسمى وقضامكم على الشاشة يمكن ده البيان الرسمي اللي نشر على الحسابات الرسمية والموقع الرسمي للاتحاد الافريقي طيب المعلومة والخبر كانت النهاردة معايا من حوالي الساعة 1 الظهر وكنت عايزة أعرف إيه كواليس الموضوع وإيه الأسباب لأن الغاية النهاردة الساعة 12 أو 1 الظهر أقول لكم على مفاجأة أنه كان خلاص تم الاتفاع على كل الإجراءات الخاصة بالقرعة وكان اللي هيسحب مراسم القرعة لكل المسابقتين حارس مرمى فريق سانداونز للسيدات حارسة المرمى أندلية دي المعني هي اللي كانت هتسحب مراسم القرعة بكرة إن شاء الله الساعة 1 لبطولة الكونفيدرالية والساعة 2 لدوري أبطال إفريقيا تم الاتفاع أن حارسة تمارمى فريق نادي سانداونز اللي كانت بتشارك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات هتمزل النهاردة مطالق قاهرة الساعة حوالي 7.30-8 بالليل هيبقى فيه مبيت لوفد الكاف اللي جاي من المغرب في إحدى الفنادق القريبة هنا من مدينة الانتاج الإعلامي والقرعة كانت تتعامل بكرة الساعة واحدة في إحدى الاستوديوهات هنا القريبة من هنا في مدينة الانتاج الإعلامي وتم الاتفاة واللي كان هيسحب مراسم القرعة حارسة مرمى فريق نادي سانداونز يمكن المعلومة دي محدش يعرفها وأول مرة بتتقال من خلال شاشة قناة النازي الآلي ودي معلومة لكل السادة المشاهدين بالإضافة لده كمان كان كل المسؤولين عن إدارة المسابقات خالد نصار وأحمد سالم ولوكس مدير الإعلام كل الناس كانت موجودة بكرة عشان تشارك في مراسم القرعة واكتم كمان دعوة عدد من مندوب الأندية عشان يحضروا بكرة مراسم سحب القرعة في ظل إن ده التوقيت المناسب قبل انشغال الجميع بكأس العالم إن شاء الله يوم الأحد القادم ويبقى بكل بقى إن شاء الله موجود في قطر لغاية يوم 18 ديسمبر وانتهاء فعليات تكأس العالم في الدوحة خلال الفترة اللي جاي خاصة كمان إن انطلاق البطولة أو مباراة دور 16 هتبقى في منتصف شهر فبراير فتبقى فرصة الأندية من دلوقتي لغاية شهر اتنين تتعرف على الفرق المنافسة لها وتحضر لها الفترة اللي جاي ولكن بسبب خلاف حول شارة البث كلنا عارفين إن الاتحاد الإفريقي عنده مجموعة من القنوات متعقدة معاه على إزاعة كل الفعليات والأنشطة المتعلقة بمسابقات الاتحاد الإفريقي سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية قرأة دوري أبطال إفريقيا وكاسة الكونفدرالية الاتحاد الإفريقي كان قام بتسويقها في العديد من الدول الإفريقية تحديدا في غرب وجنوب القرى بدون ذكر أسماء القنوات اللي موجودة في غرب القرى الإفريقية وجنوبها كان الاتحاد الإفريقي في تعهد منه أنه يديه مشارة البث للقرى بحيث أنحاء القرى جميعها تشاهد قرأة دوري أبطال إفريقي أو الكأس الكونفدرالية بكرة إن شاء الله هنا من مقر مدينة اليتاج الإعلامي في القاهرة ولكن نظرا لضيق الوقت نظرا لبعض الإجراءات ما تمش الاتفاع على هذا الأمر وبالتالي كان في صعوبة أن وفد الكهف يصل النهاردة إلى القاهرة الساعة 8 مساء ويتم إنهاء كل هذه التصريح والإجراءات قبل إجراء مراسم القرى بكرة الساعة 1 الضهر وبالتالي تم تأجيل القرى لأجل غير مسمى ولكن هل تأجيلها لأجل غير مسمى هيكون مرتبط بس لحين إنهاء هذه الإجراءات أشك لأن النهاردة الضهر لما عرفت المعلومة وتواصلت مع المسؤولين في الكاف يبدو أن هما ممكن يكون لهم وجهة نظر تانية أن هما يتجهب القرى لمكان تاني وإجراء مراسم القرى في مكان تاني خلال الفترة اللي جاي وتحديداً عاقب فعليات كأس العالم ده هيبان خلال الفترة اللي جاي وخلال الساعات اللي جاية لما الاتحاد الإفريقي ينشر بيان رسمه ويحدد التوقيت والمكان اللي هتتعامل في القرى أي أسباب تانية غير صحيحة يعني أي حد هيكتهد ويقول أي أسباب تانية أنا بقول لكم على مسؤولية الشخصية غير صحيحة الأمور متعلقة بشارة البس والأمور التسوقية الخاصة بحقوق الاتحاد الإفريقي مش أكتر ولا يقل لأن قبل بدخل الحلقة أريد حياة كتيرة جداً ونسبة تتكلم في ملفات تانية خالص لا 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 الموضوع تماماً متعلق بأن الاتحاد الإفريقي عايز يحافظ بس على حقوق بعض القنوات اللي موجودة في غرب ووسط وجنوب القرى الإفريقية وعايز ينقل لها مراسم القرعة والتوقيت كان دائع عشان يقدر يخلص كل الإجراءات الخاصة بشارة البس الخبر ومضبونه وكواليسه الحمد لله حصرياً معنا هنا على شاشة قناة الأهل وأعتقد الناس كلها شافت الخبر قبل ما ينزل رسمي من خلال حساباتي الشخصية ومن خلال شغلنا قبل بداية الحلقة وقبل كمان ما الاتحاد الإفريقي ينشر بشكل رسمي وده عهدنا دايماً معاكم اللي احنا دايماً بنقول لكم كل الجديد وكل الأخبار والمعلومات والحمد لله بتبقى معلومات صحيحة وبدقة بنسبة 100% دي أول نقطة متعلقة بمراصم القرعة وكان مهم جداً نشر حضرتكم كل التفاصيل قبل ما البعض يكتهد لأننا عارف بالليل النهاردة يبقى فيك اكتهدات كثيرة جداً لكن حبيت أقول لكم بالزبط الموضوع إيه وكمان انفردت وقلتلكم مين اللي كان اللي هيكون مسؤول عن سحب مراسم القرعة والنهاردة الكاف كان بيفكر أن يجيب حارسة مارما فريسان داونز هي اللي تسحب مراسم القرعة مش هيستعين حتى بأساطير ونجوم الكرة الإفريقية على مستوى الرجال كان عايز يعمل فكرة جديدة وكان بيستعين بأحد أبرز اللاعبات في لعبة كرة القدم على المستوى النسائي وكانت هي لها تشارك في صحب مراسم القرعة باي